السلام عليكم أعزائي الطلبة والطالبات النهاردة إن شاء الله درسينا هيتكلم عن حاجة مهمة جدا وسهلة اللي هو درس الكمبراتيف and superlative الكمبراتيف اللي هي المقارنة والسوبراتيف اللي هي التفضيل طبعا إحنا لما بنقارن وبنفاضل إحنا بنشتغل على الادجكتب اللي هي الصفة لأن إحنا لما بنقارن أو بنفاضل بنقارن بين الأشياء والبشر والحاجات دي كلها في الصفات ففي الأول الوقت إحنا نتكلم عن الصفة إيه تعريف الصفة؟ طبعا الصفة هي أبارة عن كلمة بتصف الإسم يبقى الصفة كلمة بتصف الإسم وتأتي غالبا وتأتي لأول مكان لها بقى قبل الإسم يبقى الصفة بتصف الإسم وتأتي قبله يعني زي لما أقول مثلا أطول تري تري يعني شجرة وتول اللي هي الصفة طويل هذه الصفة بتصف الإسم اللي هو الشجرة وجاية هنا إيه قبله لما أقول مثلا معناها سيارة يعني غالية أدي الصفة جاية فين جاية قبل الإسم يبدأ أول حاجة أن الصفة بتأتي قبل الإسم تاني ملاحظة معنا بيقول إنها ممكن أن تأتي أو تأتي بعد الأفعال التقريرية أو بعد بعض الأفعال يعني في أفعال تيجي بعدها الصفة تيجي بعدها الصفة من الأفعال دي؟ عندي فيربي تو بي اللي هو عندي الفعل لك والفعل سيم والفعل أببير والفعل ساوند كل دول اللي هم إحنا عارفين اللي هم معنى واحدة اللي هو بمعنى إيه؟ بمعنى يبدو يبقى عندي بي عندي لك و سيم وأببير و ساوند بمعنى يبدو عندي كلمة تيست اللي هو يعطي مذاق تيست يعني يعطي مذاق و عندي كلمة فيل اللي هي يعطي ملمس و عندي اسميل اللي هي طبعا يعطي رائحة دي مجموعة أفعال الصفة تيجي بعدهم تأتي بعد الأفعال بعد الأفعال ممكن نكتب التالية يعني الصفة هتيجي بعد مجموعة الأفعال اللي تعاكدها نشوف مثال نقول مثلا هابا يعني بيشوش الواجه هنا عندنا الصفة جات بعدها اللي هو موز و اي و ار ممكن نقول مثلا هذا هذا التي شيرت يبدو هتي لوكس هتيجي بعدها الصفة مثلا لوكس سوفت او فيل سوفت مثلا او بيوتيفول اي صفة ده بالنسبة لتاني ملاحظة معنا يبقى الصفة بتيجي عبل الاسم او بعد هذه الأفعال اللي هي احنا قلنا عليها تالت ملاحظة معنا اما يقول لي طبعا هناك صفات لا يأتي قبلها او بعدها اسم مباشرة يعني ما يجيش قبليها او بعدها اسم مباشرة عشان كده احنا بنقول عليها لا تستخدم قبل الاسم مطلقا الصفات دي وبعد كده نشوف مثال عندي كلمة afraid اللي هي بمعنى طبعا بمعنى خائف عندي awake يعني مستيقظ عندي asleep يعني نائم عندي alone يعني وحيدا او بمفردة عندي ally اللي احنا بنقول عليها مضاء وعندي ally اللي هو حي او على قيد الحياة يعني يبقى ما يجيش قبلها اسم او هي ما يجيش قبل اسم مطلقا يعني اقول مثلا او هي ما يجيش قبلها مطلقا يعني او هي ما يجيش قبلها مطلقا baby that was asleep smile كان يبتسم nicely ادي عند الصفات ده هي اللي احنا قلنا عليها لازي يمينها كلمة asleep قدامها مباشرة هنا كلمة was ما فيش اسم وهنا smile الفعل هو ده اللي احنا نقصده يعني ما يجيش قبلها او بعدها مباشرة اسم او ممكن نقول لها تستخدم قبل الاسم ايه مطلقا يعني ما ينفعش شيء بالاسم خالص ندي مثال كمان اقول مثلا we were happy احنا كنا happy وhappy يعني سعداء that he was alive ان هو كان ايه على قيد الحياة we were happy that he was alive احنا كنا سعداء ان هو ايه على قيد الحياة رابع حاجة معنا ملاحظة على الصفات طبعا بيقول لي طبعا بعض الضمائر تأتي قبل الصفة الكلمات اللي هنكتبها دي بتيجي قبل الصفة او الصفة بتيجي يعني ايه بتيجي بعدهم اللي هم مين عندي كلمة some one يعني somewhere ما كنون مين و بعد كده عندي بعدصام عندي anyone و عندي anybody و anything و anywhere و عندي و عندنا برضو everyone everybody و عندنا everything و everywhere و عندنا no one nobody nothing لقى لا شيء و nowhere لا مكان الكلمات دي تيجي قبل الصفة الكلمات دي تيجي فين او الضمار دي تيجي فين قبل الصفة تعالوا نشوف يعني ايه قبل الصفة نقول مثلا let's هيا بنا drink يلا نشرب something cold ادي عند الصفة هما بيجوا قبل الصفة something cold يعني هيا بنا نشرب something cold يعني شيء ايه يكون بارد كده واحدة كمان I مات انا قابلت somebody شخص ما important important يعني him يعني حد مهم in the party يعني قابلت حد مهم فين في الparty يعني في الحفلة نقول تاني الجزء ده عشان هنحل عليه دلوقتي لازم نحل على هنشرحه الصفة بتيجي قبل الاسم ده المكان الطبيعي بتاع tall tree an expensive car في افعال بتيجي بعدهم الصفة لازم تتذكر كويس be luck seem appear sound taste feel smell في صفات ما بيجيش قبلها ولا بعدها اسم مباشرة lay afrit awake asleep alone alight alive الكلمات الكلمات اللي احنا قلنا عليها دي بتيجي قبل الصفة اللي هي something or someone and so on يلا كده نحل عليها شوية نشوف ايه الجزئة دي تفهم تولس اول جملة معايا هنا بيقول لي my brother has got a ياملوك بعد كده مديني mobile good good mobile will mobile mobile will احنا قلنا ان الصفة بتيجي قبل الايه قبل الاسم طيب تعال نشوف هنا الصفة هنا بيقول لي mobile good دي مش مترتبة دي مش الصفة جاية بعد الاسم هنا will mobile ده ظرف بعد كده عندي good mobile mobile good طب فين الصفة هنا طبعا ده will ده صوري ظرف يبقى good mobile دي اول قاعدة احنا خدناها الصفة تسبق الاسم you look look ده بيفكركم بحاجة احنا قلنا look قلنا feel قلنا seem بيجي بعدهم ايه صفة you must have paused your driving test فين الصفة هنا happy happily ده ظرف happiness دي السعادة ده ناون unhappy يعني غير سعيد همشوف you must have paused your driving test يبقى انت يبدو عليك السعادة عشان انت نجحت فين في اختبار القيادة i was surprised to see our end in the dark street انا كنت متفاجئ لما شفت نقط في الشارع afrid boy اه ده اجيب لك افرد طب احنا قلنا afrid ما لها ما بيجيش قبلها ولا بعدها مباشرة ناون هنا بعدها ناون لا وهنا قبلها ناون بردو لا هنا بقى a boy who was afraid هنا afrid وقدامها was خلاص يبقى a boy who was afraid ليه afrid و alive و light قلنا مجموعة الصفات دي ما لها بيجيش قبلها ولا بعدها مباشرة now he knows هو يعرف an evil nobody evil ليه شرير anybody evil و evil anybody و nobody طيب ناون مجموعة الكلمات اللي هي samuan و somebody و anybody ما لها قلنا مجموعة الكلمات بتصبق الصفة هنا هي اللي سابقة مش هتنفى هنا برضو هي اللي سابقة انا شو بها هنا anybody evil nobody evil هو نجو بها المعنى نشوف المعنى هو يعرف an anybody evil يعني بيعرف اي حد شرير ولا nobody طبعا هو ما بيعرفش حد شرير عشان المعنى بتاع الجملة اللي موجودة معانا ده اول جزئية معانا اللي هنشرحه هنحل عليه وهديكم حاجات برضو تحلوا عليها النهاردة ان شاء الله دلوقتي هندخل على جزئية الكمبراتف اللي هي صفات المقارنة يعني هلوقتي هنتكلم على المقارنة عشان طبعا زي ما احنا عارفين احنا عندنا حاجة اسمها المقارنة وعندنا حاجة اسمها ايه التفضيل دلوقتي هنتكلم المقارنة يعني مقارنة مقارنة يعني نحن نقارن بين شيئين بين حاجتين يعني مثلا عندي حد اطول من حد طيب احنا قبل ما نقارن لازم نكون عارفين ان احنا عندنا حاجة اسمها short adjective اللي هي الصفات القصيرة الصفة القصيرة دي اللي هي صفة من مقطع واحد زي مثلا كلمة طويل tall زي كلمة قصير short دي اسمها صفة من مقطع واحد صفة قصيرة اما الصفة الطويلة بتبقى من اكتر من مقطع زي مثلا beautiful they dangerous نشوف في الاول الصفات القصيرة الصفة القصيرة في المقارنة اللي اول قعدة نحط لها او نضف لها er يعني tall تبقى tall تبقى taller يعني الصفة القصيرة نحط لها er او نحط قدام ها less وبعد كده اقول tall يعني less زائد الصفة طيب نكتب كده القعدتين تاني هقول هم تاني يبقى القصيرة الصفة القصيرة هنضف لها اما er نقول taller يام نضيف قدام الصفة كلمة less more لا يعني less tall طب ايه معناها less tall معناها اقل طولا لو انت عايز بالمعنى تقول اقل طولا تقول less tall او taller طبعا طولر معناها اطول طولر معناها اطول يعني مثلا انا ممكن اقول علي is faster than أسرى من علي is faster زين مثلا عمر أسرع من عمر او لو انا عايز اقول علي اقل اقول علي is less fast less fast يبقى احنا عندنا الصفة القصيرة بنضفلها er او نضيف قدامها less وننزل الصفة زي ما بنضفلها er تبقى less tall ده بالنسبة للقصيرة طب لو صفة long لو صفة طويلة اللي هنجيب قدامها يا اما more يا اما less ايه معنى more more معناها اكثر ولس معناها اقل more او less وبعدها الصفة الطويلة طيب حد هنا يقول ايه انت ليه مش بتقول زان يعني انت ليه مش بتقول ان يجي بعدهم زان طب تعالوا نقول ليه مش لازم بعدهم زان انا احتاجها بس لما اكون محتاج كلمة من لان انا ممكن في معنى الجملة انا مكنش محتاج كلمة من هقول لكم زي الوقت مكنش محتاج كلمة من بعد ما اديكم سال على مور هقول مثلا this car is more expensive than السيارة دي اكتر غلاء من than mine من سيارتي او than my car تمام طيب انا دلوقتي تعال شو بق اي او ازاي ما نستخدم اصلا زان يعني ممكن ما نستخدم اصلا زان يعني زان مش بالضرورة الا لو احنا كنا كلمة من طيب هنقول مثلا heba is tall طويلة but احمد is taller اطول خلاص هنا بقى مش هقول taller than هي دي فكرة than اللي انا عايز اوصل ها لكم احنا كلمة than مش بالضرورة انها هتيجي في الجملة يعني مش لازم الجملة يكون فيها مين مش لازم الجملة اللي معانا يكون فيها كلمة than يبقى نقول تاني القواعد اللي معانا يبقى احنا نقول لما يكون عندنا صفة قصيرة لما يكون عندنا صفة قصيرة بنضف لها er او less ونزل الصفة يبقى الصفة القصيرة لها قاعدتين الصفة er او less والصفة الصفة الطويلة لو انا عايز كلمة اكثر هستخدم كلمة more لو انا عايز كلمة اقال هستخدم كلمة less وبعد كده هننزل مين الصفة الطويلة ده بالنسبة للمقارنة تعالوا نشوف التفضيل وبعد كده نحل عليهم وناخد ملاحظات المقارنة والتفضيل تعالوا نشوف بالنسبة للتفضيل هنعمل ايه في صيغة التفضيل برضه هنشوف الصفات الشورت الصفات القصيرة الصفة القصيرة في التفضيل اللي هنجيب قبلها ذا وهنضف لها est يعني مثلا tall تبقى the tallest the longest طيب او ممكن نجيب قدامها the list يعني اقول the list tall طيب بالنسبة للصفات اللونج الصفات الطويلة هنجيب قبلها يام the most الاكثر يام the list الاقل يعني ممكن اقول the most dangerous الاكثر ايه الاكثر dangerous يعني خطورة يبقى احنا كده لو لخصنا احنا كتبنا دلوقتي تاني لو عملنا كده قلنا عندنا حاجة اسمها مقارنة وعندنا حاجة اسمها تفضيل الصفات القصيرة في المقارنة بنضيف لها are with than او less ونزل الصفة بس لو صفة طويلة هجيب قبلها more او less وقلنا كلمة than دي يا جماعة اختياري على حسن لو احنا عايزين كلمة من مش عايزين من خلاص التفضيل لو صفة قصيرة هنجيب قبلها that with the the list والصفة زي ما هي طيب لو صفة طويلة هنجيب قبلها the most or the list يلا كده نحل مع بعض على الجزئية البسيطة دي اول جملة معايا بيقول ايه هنا بيقول the sheeta اللي هو الفهد الصياد اصرح يوان في العالم طبعا the deer هو الغزالة هنا بيقارن اتنين كلمة fast من الصفات القصيرة طب احنا قلنا في الصفة القصيرة بنعمل ايه بنضيف er وهنحتاج هنا دان عشان بين اتنين او less والصفة مش هنضيف لها حاج هنا fast بس لا faster than faster than اسرع من لو الدالي برضو less fast كان بس المعنى كان مختلف ده fastest دي الارض ده بس متفضيل طب في التفضيل بنستخدم ايه the صفة est the هنا is fast لا faster لا faster than ومش بيقارن بحاجة يبقى the fastest the environment in the countryside البيئة في الريف is that in the city بيقارن البيئة في الريف بالبيئة بالمدينة يبقى ده مقارنة healthier طب فين than ما فيك than healthier than طبعا اكثر صحية وهلس ده تفضيل وده تفضيل the countryside has environment ever طبعا ده تفضيل طيب احنا في التفضيل بنستخدم the والصفة is healthier healthier زند مقارنة نحن تفضيل by healthiest نقص the يبقى the healthiest the tortoise الحفا is not animal حيوان a بيقارن بكل حيوانات اول حاجة هنا مديني the least fast الاقل سرعة fastest ما في the fastest الاسرع طب هو التورتشد مش الاسرع the faster the faster مش حاجة اسمها fast الاقل a الاقل سرعة بين كل a الحيوانات احنا قلنا ممكن نستخدم z صفة est وممكن نستخدم the list والصفة طب هنا مستر ما فيه fastest بس المعنى مش مصبوط لان سرعة مش الاسر العادية الاقل في a في السرعة بين كل a كل الحيوانات بعد كده نبدأ ندخل على التريكات اللي موجودة في الدرس الحاجات مهمة جدا اول حاجة بيقول لو انا عندي صيغة مقارنة ايه صيغة المقارنة خلاص عايزين بقى نتعود لو احنا قلنا لو صفة قصيرة er ولو صفة طويلة بتبقى more او less و دي صفة ما لها بقى المقارنة لما يكون عندي صيغة مقارنة لو عندي صيغة مقارنة ممكن اضع قدامها بعض الكلمات يعني في مجموعة كلمات ممكن تجي قبلها الكلمات دي قال لي ممكن احط كلمة a lot ممكن احط كلمة even ممكن احط كلمة much ممكن احط كلمة for ايه معناهم دولة بقى دولة معناهم كثيرا هيعملوا ايه يعني هيزودوا درجة الصفة هيزودوا درجة الطيارة البلين عايز اقرنها بالإيه مثلا بالكار بالسيارة عايز اقول الطيارة مالها اسرع او اسرع جدا من مين من السيارة طيب انا عايز اقول اسرع من بقول ايه than تمام a plane is faster than a car طيب انا عايز اقول اسرع جدا بقى كتير خالص اضيف اي كلمة من دول يعني ممكن اقول much faster than a car السؤال هنا اللي في دماغنا طيب لو عايزين كلمة قليلا برضو عندي كلمة قليلا a pet a little slightly بدرجة خفيفة او بدرجة طفيفة دولة معناهم قليلا يعني بدرجة قليلة يعني ايه بدرجة قليلة عايز اقول مثلا الفراخ chicken هقرنها مثلا باللحمة 100 هقرنهم بسا في السعر مثلا فاقول chicken is تكون رخيص يعني cheaper than chicken is cheaper than meat ارخص من اللحمة طب عايز اقول ارخص بدرجة قليلة كمان اقول هنا مثلا slightly أو a pet أو little a little sorry يبقى دولة ايه دي اول ملاحظة موجودة معنا ان صغط المقارنة في حاجات ممكن تيجي قدامها بمعنى كثيرا وقليلا far و a lot و even ومعش دولة معناهم كثيرا pet و slightly دولة معناهم قليلا تاني ملاحظة معنا بيقول لو عندي جملة بين طرفين وجي بعد النقط يعني هنا مديني نقط وجي بعد النقط of two of two يعني طرفين مقارنة طرفين مقارنة اللي هنا خلي باقيكم بقى من الصغر اللي هنختار ها قبل النقط هنا اللي هنختار the وصف وصيار er ازاي ده وانفروض اصلا نقول مثلا taller ما بنقول the taller لا ينفع نقول the taller بس لم يكون عندنا بعد النقط of او the more or the less هي more وليس اصلا ما بيجوش مع ذا انما ينفع يبقى احنا كده المقارنة ما هيدي اسمها صغة مقارنة صغة المقارنة ينفع تاخد ذا لو جي بعد النقط of two طب يلا كده ايه نشوف مثال في of two علشان نفهم الجزئية دي هقول مثلا نهبة is نقط of two sisters وداني اختيارات قال tall taller the taller تعالي شوف بقى هنا هنا مديني of two فانا هنا هاختار مقارنة بس معها زي القاعدة بتقول كده هنا في ذا يبقى نختار the taller or two sister الاطول بين الاختين مش هقول taller ولا هينفع تول بس دي تاني ملاحظة معنا خاصة برضو بالمقارنة الملاحظة التالتة بيقول لو قبل النقط حاجة من الحاجات اللي احنا هنقول عليها دول ايه هم اللي اسمها الاعداد الترتيبية والأباستروف اس خاصة بالملكية اي حاجة موجودة من دول يعني دول موجودين قبل النقط نعمل ايه بقى اللي هيجي بعدهم خلي بالك بقى تفضيل صغط تفضيل بس بدون ذا يعني ما فيه ذا يعني ايه تفضيل بدون ذا احنا لابا بنقول مثلا الصفة القصيرة في التفضيل بنقول ذا اس تي هتيجي الصفة والاس تي من غير ذا او احنا بنقول دا موست ودا لست لأ هتيجي موست من غير ذا او لست تاني يبقى لو الجملة فيها قبل النقط اعداد ترتبية زي دول او فيها ملكية هنستخدم التفضيل بدون ذا هنستخدم التفضيل بدون ذا دعا نشوف كده مثال عشان نفهم هنقول مثلا كايرو is the first كايرو is the first اللي بنى من the first city in افريكا في افريكا يقول لي largest ولا the largest هنا بيقارن القاهرة بكل مدن افريكا هنا في the first يبقى اللي هنختار تفضيل بدون ذا يبقى مش هتنفع هنا the largest عشان the first هتحكي بزا يبقى هنقول كايرو is largest or the first largest city in افريكا in افريكا بعد كده المراحزة اللي بعد كده بيقول لي لو احنا عندنا صيغة تفضيل ايه صيغة التفضيل احنا طبعا قلنا لما يكون عندنا زا وانا بنعيدها بعيدها كل شوية عشان ما تنسهاش او the most او the list لو انا عندي صغط تفضيل من دول اي حاجة من دول نستخدم in بعدهم لو كان عندي بعض النواط اسم مفرد ونستخدم a في حالتين لو كان عندي بعض النواط اسم جام او سنة من السنين يعني ايه الكلام ده انا هكتب الجمل وعايز بتحله يعني انا هكتب الجمل دلوقتي وانتو شوف هتختار اي يعني شوف هتختار in ولا هتختار of هقول مثلا he is the best player هو افضل لاعب نقط the team طرح نختار in ولا of واحدة كمان هقول مثلا سما is the cleverest نقط here sisters هقول مثال كمان هقول مثلا مثلا the death يعني موت of his uncle is the worst event يعني حدث 2015 15 تعال نشوف كده اول جملة هنا طبعا the best ده تفضيل سوف اشعز من جود انا اخد ها دل الوقت player not the team team ده جامع ولا مفرد 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 نقول in the team هنا some is the cleverest تفضيل برضو الامهر here sisters هنا sisters جامع يبقى of here sisters the death of his uncle is the worst event اسوأ حدث مدين سنة يبقى نقول ايه برضو هنقول in علشان هنا بعد السنين قبل السنين ناخد من in بعد كده بيقول يمكن استخدام يعني ينفع نستخدم يعني يمكن استخدام most بدون ذا يعني ممكن most تيجي من غير ذا بمعنى جدا يعني تسوي very مش هستخدم ذا هقول مثلا is most famous هنا most famous معناها مشهور جدا for بسبب مثلا discovering اكتشاف ذا فمتو سكن اللي هي الايه الفمتو ساني يبقى احنا ممكن نستخدم كلمة most بدون ذا بمعنى جدا بعد كده عندي في الجزئية دي هناك صفات جودر هتبقى better than والافضل اسمها the best برضو عندنا bad worse than اسوأ من with the worst اللي هو الاسوأ عندي far far اللي هو طبعا بمعنى ايه far دي بعيد انف هنقول farther دي معناها ابعد و further ابعد او اكثر with the farthest الابعد with the first الابعد او الاكثر late طبعا يعني متأخرا او متأخر later بتي واحدة معناها اكثر تأخرا انما later اللي هي تتي معناها الاخر او الثاني يعني مثلا عند اخيين عايز اقول التاني فيهم اقول later اللي هي التاني the latest اللي هو الاكثر تأخرا و more the most سيكونوا مكتوبين ان شاء الله برضو جاهزين في الملزمة دلوقت هنحل على الجزئية اللي احنا شرحناها دي علشان نشوف المعلومة سابتة ولا لسه يلا نشوف كده اول جملة مع بعض بيقول علي 65 وزنه و عمر 72 يبين علي اقل من من عمر عشان كده علي نقاط عمر بيقارن علي بعمر علي عايزين نقول اقل كقعدة صح انما علي مش اتقل من عمر فمش هينفع علي هيفي اكثر وزنا برضو لا احنا قلنا ينفع نستخدم لس قبل الصفة القصيرة بس ما يكون ش فيها ار فده مش هتنفع مش ماشي على القعد طبعا لس هيفي يعني اقل وزنا لان نحن قلنا ان الصفة القصيرة ينفع استخدم معه لس هنا بيقارن الفيل بالبقرة ازاي وهي مقارن بين اتنين بعد كده مديني ماتش بيج بعد كده مديني ماتش بيجر ماتش بيجر وبعد كده مديني مين مديني لس بيج هو هنا بيقارن بين اتنين لس طبعا اقل حجما طبعا مش ماشية مع معنى الجملة يبقى عندنا ماتش بيج وماتش بيجر احنا مش قلنا ان فيه مجموعة من الكلمات معناها كثيرا بتستخدم قبل المقارنة طيب فين بقى الكلمات دي ماتش هي قبل المقارنة يبقى ماتش بيجر كان عندنا طبعا ماتش وعندنا فور وعندنا ايفن اللي هو معناهم كثيرا امور ان بي ام دابليو از اكسبنس than this old fiat من ال old fiat دي اللي العربية اسمه fiat اول حاجة يمديني هنا much more expensive than طيب مديني ماتش ميفش حاجة اسمها much expensive على طول و most expensive لا و most لو ومجموعة هنا مش مجموعة احنا قلنا ماتش ينفع تجي قبل المقارنة يبقى much more some is of the two مش قلنا of two بيجعب لها مقارنة بدون ز بيجعب لها مقارنة بدون ز او صورة مقارنة بز احنا قلنا of two لما يكون عند طرفين بستخدم الصفة القصيرة عادي خالص لو فيها ايقار ما فيش مشكلة وبستخدم more وبستخدم less ومعهم ز عادي خالص طبعا الغريب هنا كلمة ز هي القاعدة بتقول كده of two نستخدم مقارنة مع ز لعن شو by younger of مش هتنفع ناص ز the younger of الاصغر بين الاتنين sisters دوباي هت the first building in the world احنا لما يجي the first العدد الترتبية او the second or the third او الملكية اما نستغنى عن ز مع التفضيل يعني نختار تفضيل من غير ز عايزين تفضيل من غير ز مديني هنا bigger ومديني the bigger ومديني biggest ومديني the biggest يبقى طبعا نختار اسمها كلما كلما ايه كلما كلما هي بتعبر عن السبب والنتيجة القاعدة بتقول ز مقارنة ز مقارنة جملة سبب وبعد كده ز مقارنة جملة نتيجة يعني ايه الكلام ده ايه المقارنة المقارنة احنا قلنا الصفة القصيرة بنضفلها er او more او less صفة طويلة ونفس النظام هنا هتبقى the مقارنة في زي هنا فوق او more او less تعالي نشوف كده ايه المثال نفهم بيه هقول مثلا the harder you work يعني كل ما تعمل بجد الا هيحصل the more success you achieve كل ما هتحقق نجاح اكتر تعالي نشوف كده زهاردر ادي مقارنة وزمور برضو مقارنة كلما كلما يعني كلما فعلنا هذا الشيء هيترتب عليه شيء افضل ده بالنسبة لقاعدة كلما كلما دلوقتي بقى هندخل على اخر حاجة عندنا اللي هي التساوي لما يكون الاتنين متساويين في كل حاجة تعالي نشوف كده التساوي يعني الاتنين متساويين في كل حاجة عندنا في التساوي اول قاعدة في التساوي بنستخدم as وبعد as 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 وينفع مع as ممكن استخدم so يبقى as او so صفة as سواء الصفة دي قصيرة او صفة طويلة يعني ايه الكلام ده يعني as صفة as يعني مثلا انا دلوقتي عايز اقول الاتنين دولة نفس طول بعض اقول مثلا ايا او نفس عمر بعض ايا is as او so old as nada هما الاتنين متساويين في الايه متساويين في العمر يعني هما الاتنين زي بعض بالزبط ايا is as old as nada دي اول قاعدة في التساوي القاعدة التانية بيقول نستخدم كلمة the same بس the same ما بيجيش بعدها صفة بيجي بعدها الاسم من الصفة وبعد كده as طيب لو عايزين نعمل الجملة اللي فوق دي هقول ايا is the same is the same انا انا محتاج بقى اجيب الاسم من كلمة old وبعد كده طبعا هنا يكون عندنا as nada انا عايز الاسم من كلمة old الاسم اكتب لكم الصفات اللي موجودة عليكم واكتب لكم الاسم منها يبقى احنا هنكتب كده الصفة الاسم يعني الصفة والاسم منها هنكتب مثلا كلمة big ضخم او small اللي اتنين دول لو احنا عايزين الاسم منهم size يبقى مثلا هقول as big as تساوي the same size as فهمناها بعد كده عندي كلمة مثلا deep عميق عمقي يعني depth بعد كده عندي مثلا كلمة رخيص cheap السعر اللي هو price وبرضو كلمة غالي expensive الناون منها price عندي كلمة for for اللي هي بعيد او near اللي تنندلها مسافة يبقى distance عندي كلمة high او لو طول حد tall هنستخدم height اللي هو علوة وارتفاع عندي كلمة long اللي هي المردة بقى الطول length عندي old نحنا كتبناها في الاول أو young اللي الاثنين سواء old أو young length old أو young sorry age بعد كده عندي strong strong اللي هي قوي strength بعد كده عندي white اللي هو شيء عرض أو التساع width ده بالنسبة لإيه ده بالنسبة للتساوي سهل التساوي خالص بس محتاج ان احنا نذكر الإيه الاسم من الصفة طب يا مستر ده هنقبله ازاي تعالي نشوف كده مع بعض في التمرين اللي معنا أول جملة معايا بيقول لي أمير is as as عمر هنا محتاجين صفة old صفة older ده فيها the oldest والدست ده تفضيلي بق old as as مستر اكبر لا ال ان برضو اس نفس عمر وبعد كده مديني طبعا انا عندي so انها بتستخدم اكثر في النافي نستخدم as old as بعد كده بيقول this old car is not that modern one بيكون السيارة القديمة بالجديدة as fast as نفس سرعتها عشان not بتجمع as بعد كده so fast احنا قلنا في النفي ممكن نستخدم so بقى دي صحة بردو as fast as اصلا لما بيجي مع fast فده غلط خالص يبقى الاثنين مع بعض عمر is as tall as احمد نفسه الاحمد يبقى احمد احنا قلنا الاسم بيجي بعدها الاسم من الصفة as عمر الاسم من كلمة tall طبعا height tall length يبقى مين طبعا height للوقت هندخل على جمل الواجب اتمنى تحلوه ان شاء الله في التعليقات اول جملة معانا في جمل الواجب هقاروهم معاكم green is my wives favorite color الاخضر هو لون زوجات المفضل لو لاحظنا هنا ايه apostrophe s الاس الملكية احنا قلنا في قاعدة كده apostrophe s في اس الملكية قلنا ايه بيجي بعدها فاكرين هي والعداد الترتبية بيحجبوا مين بيجي بعدهم تفضيل بس من غير مين لو انتو فاكرين من غير زي راجع القاعدة وحل most of the most of the more of the less رودينا is the most helpful person the family قلنا لما بيجي عندنا تفضيل بيجي بعدها حرف جر in او off ان لها حالة ووف لها حالة ان متهالي مع المفرد ووف مع الجامعة والايه والسنوات انا لدي اتنين اخوات one the doctor and the not is an engineer عايز اقولي الثاني مين بقى الثاني لتر بتي واحدة ولا باتنين تي ولا تستوليتش راح نعبرك my car is not than yours سيارتي نوات سيارتك بالكارين حكتين ببعض good than ولا will than ولا Peter than ولا بست اتمنى اشوفهم في التعليقات وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو انتظرنا ان شاء الله في الدرس القادم متنسوش هسيب لوكو كل الشرح ده او في حاجات تاني كمان ما قلناش في الفيديو هسيبها لكو في الورق بتاعنا اللي هنزله ان شاء الله مع تمنيات بدوام التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته